أذكر عن تجربتي الشخصية حينما أردت أن أتزوج وكأنني سأدخل إلى مباراة أو إلى أطروح الدكتوراه ذهبت إلى المكتبة الإسلامية واقتنيت جميع الكتب المتعلقة كيف تكون زوجا سعيدا كيف تتجاوز الخلافات العائلية واقتنيت كتب كثيرة جدا وحفظتها حفظا ولخصت وتلخصا وأصبحت مستعدا لدخول هذه المعركة المعركة العسلية لهذا القفص الذهبي أذكر في الزفاف كان سعيدا وكانت المرأة التي قامت بالزفاف واحد طباخة أذكر اسمها ممي حادة لما انتهى الزفاف وصفق الناس وهللوا وصلوا على النبي وأنا غادي خارج قاتل يا ممي حادة أجاودي نوصيك ممي حادة أمرأة موسينة سحراوية عند سبعين عام تقريبا قاتل يا ندوس خمسين سنة طباخة في العراسات وكان عرف الأشياء أجي نوصيك ممي حادة أشي هتوصيني أشي هتقول لي أمرأة موسينة مقاريش ونشتريت كل الكتب التي وضعها الفقهاء والعلماء والمختصون في ميدال الأسرة وأحفظها عن ظهر قلب أشي هتفيدني قاتل يا أجي نوصيك أولدي قاتل لا وصي الحاجة قاتل يا نوصيك أولدي عليك بصبر ثم بصبر ثم بصبر فعلا الزوج منك يتزوج والزوجة المرأة يقول لها اجعلي في فامك سكرة وفي أذنك جوهرة الكلام الحلوء وتسمعلي لهم زيان والرجول يقول لي عليك بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر فحقا لم أهتم ولم أعر أي اهتمام لنصيحة أم حادة وأدت له خطرك لا شكرا ولكن فيما بعد اكتشفت بأن كل المضامين التي قرأت عن كتب لم تفدني نفعتني نصيحة أم حادة لأنه بعد مرت شهرين تقريبا في فرحة والسرور وسفريات ولقاءات عائلية وبهجة وأنشيد وابتهال بعد شهرين تغيرت المرأة والتي فعلا شيء غريب ما الذي يحدث مع من أتشاور تشاورت مع الصيدق لي قال لي أين هي الرجولة لو كلمتني هذا الكلام لا ذهبت معين القاضي أنا قلت لا سأتبع نصيحة أم حادة أين أذهب وقد جاء رمضان إذا ذهبت عند والدتي قد قل لي الله شهرين أول رمضان غير يفتر عندي إذا ذهب ماذا أفعل يا إلهي أنقذني نصيحة أم حادة كنت أجول في الأرض وأبحث عن مكان أستقر فيه النوم ناعش مزيا بل يا واحد المسجد منعزل لتدازة مع نصلي فيه ونستغل الفرصة أنام ولد فقط غير أنام آه يا أيام العزوبة وأيام الحرية فصليت العصر وكان رمضان وأفكر أين سأفتر فصليت العصر ثم ذهبت إلى ركن بعد الصلاة ونمت نوما عميقا فإذا بالفقك يقول لي يا سبحان الله سبحان الله سيدي رجامي أغنسده فإذا بالفقك يلقى صديق ديال يا مرحبا لقد جاء القادر بك عندي والله لن تذهب اليوم حتى تفتر عندي الله ها هو إفطار جاء فابور الله الحمد لله وقال لي ستناموا عندي غرفة ديال الإمام تنأسفي الله سأنام وفعلا نصيحة ميحدة دون توتر ها وجب الله إفطار فرج المولى جب الله الإفطار وجب الله المبيت فقال لي صديقي هلأ أقمت درسا بين العشائين فعلا أقمت الدرس بعض الناس استحسنوه قال لي واشا غدا ستأتي قلت لهم ما عرفتم يقول لي غدا غدا جي إن شاء الله الله ضمنتوا ببيت آخر وإفطار آخر بعد مدة قليلة امتلأ المسجد وعن آخره ثم واحد صديق جاء والفقه كان رجل علاقة الحال وإفطاره زاهد وأنا كنت أكل ولكن سبحان الله بعدها يومين جاء واحد سيد قلنا عندي الإفطار جماعي هنا في المسجد وده الإفطار كبير تقربنا وحد عشرين طاولة ولكن طاولة دي الإمام ودير من معه كانت فاخرة يا سلام واستمر ذلك الأمر جاء صديق آخر قال لي عنديه تحاق الدم في المسجد وممكن تقولها جاء تحاق الدم جاء صديق آخر قال لي عنديه المكتبة إسلامية للبيع جاء وامتلأ المسجد وتبارك الله مزدخر ذلك المسجد وفي خضم هذه الفرحة جاء عندي القائد المقاطعة قال لي أنت عندك رخصة كتقوم بهذه الأعمال قلت لي لا رخصة قلت لي لا سيرة عند المجلس العلمي فذهبت عند رئيسي المجلس العلمي أطلب منه الرخصة فقال جاء الله بك أحتاج إلى عضو في المجلس العلمي في الحي الحسني بالدار البيضاء فصرت عضو في المجلس العلمي في الحي الحسني ويا سلام رحمة وراء رحمة بسبب بسبب صبر للأم حادة وبقيت على كذلك حتى اكتمل الشهر اكتمل الشهر سبحانك يا جليل ورجعت إلى زوجتي اتصلت بي قتلي تعالى استسمحك قتلي هل تدري لماذا كنت متوتر وعصبية وكذا قلت لا سمحك الله قتلي اني حامل اني حامل والوحم عندنا في العائلة يأتي بالعصبية على الزوج لماذا لأن المولود يأتي شبيها بالزوج فكانت فرصة طيبة مباركة وطلتني السماح وسجلتها لي أنني أنني لم أكن غضوبا ولم أشتكي وقالت الحمد لله لأنه متسامح وفعلا بعد أسبوع آخر جاءت وراءة الحج يا سلام خيرت فخيرت فعلمت قول الله تعالى لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لذا نقول لكل المتزوجين والمتزوجات لست في حاجة إلى دراسة معمقة لعلم النفس ولا لعلم الاجتماع ولا لقانون الأسرة ولا لأي شيء ما عليكم إلا بنصيحة بحدة مفيدة للغاية عليكم بالصبر ثم بالصبر ثم بالصبر وستكونون أحسن الفائزين نسأل الله تعالى أن يعم علينا الفرحة والسرور والمهجة والحبور وأن يستعدنا وإياكم مع الأزواج والأولاد والبنات اللهم أمين يا ربي كريم شيخ طيب المبيت عندي غدا إن شاء الله بعد ذلك الحلقة هتبتت منذ ذلك اليوم صرت أسعد زوجين أتجول كيفما أشاء وأنتقل كيفما أشاء وزوجتي تقول لن أنسى لك اللحظة الحالجة لن ندك اللحظة الأولى عليك تعول إنما الغضب عند الصدمة الأولى إذا نجحت في أول أمر كتكون عندك إن شاء الله شهادة دعه يعمل دعه يسير بارك الله فيكم أجمعين حياكم الله إنما الصبر عنده الصدمة الأولى إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم